بسم الله الرحمن الرحيم السيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة ضيوف مصر العزاء وزراء الدفاع رؤساء الأركان رؤساء الوفود والشركات العارضة الحضور الكريم بالأصالة عن نفسي ونيابة عن رجال الكوات المسلحة أتقدم لكم بتحية عطرة من بلدكم الثاني مصر رمز القوة والسلام بلد الأمن والأمان فتشرفكم لنا اليوم في افتتاح المعرض الدولي الثالث للصدعات الدفاعية إيديكس 23 لمبعث فخر واعتزاز ورسالة همة يجب أن تتوقف أمامها طويلا بالفحص والدرس ونبحث في أعماقها لتفهم معانيها واسمحوا لي في البداية أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير والإمتنان للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى لقوات المسلحة على رعايته لهذا الحدث العالمي الهام على رعايته لهذا الحدث العالمي الهام في هذا التوقيت الضقيق الذي يتزامن مع ما يشهده العالم من صراعات وحروب تعصف بالأمن والاستقرار الإقليمي والدولي فكانت مصر ومزالت نقطة التلاقي لكافة شعوب الإنسانية المحبة للخير والسلام من أجل توحيد الجهود واحتواءها واحتواء وطيرة الصراعات لإرساء السلام وصياغ تحاضر مشترك ننعم فيه بالعيش الآمن المبني على المحبة وتحقيق المصالح المشتركة